ده كان استعراض لفقراتنا اللي هكون معنا بكرة إن شاء الله وأيضا للفقرات اللي موجودة معنا النهاردة لأن احنا قررنا في عام 2019 كأوصل الدرنامج أن احنا نخرج براوي يعني مبقاش الموضوع أن احنا بنتكلم في الستوديو أو بنعمل موضوعات في الستوديو هنهتم خلال الفترة القادمة بفكرة التحيات التلفزيونية بفكرة الفقرات الخارجية لكن ما أقدرش وأنا ببدأ حلقتي النهاردة ما تكلمش في الموضوع اللي ربما البعض خدوا في زاوية معينة تتعلق بحرية الإعلام وهو الأمر المتعلق بإيقاف برنامج الأستاذ إبراهيم أيسا الحقيقة إن الأمر آه يتعلق بحرية الإعلام بشكل كبير لكن خلونا ناخده النهاردة لكلام تاني لزاوية أكبر وأبعد من هذه المسألة هرجع لي 30 يونيو في 30 يونيو كان كل المصريين مع بعض ما عدا الإخوان كانت هناك ثورة حقيقية من هذا الشعب كل المصريين ما عدا الإخوان منهم علشان الناس حصت بخطر كبير جدا على حوية هذه الدولة علشان بس الناس اللي بتقول هو أنتوا كنت بتعملوا ثورة علشان الأداء كان وحش أو الأوضاع كانت وحشة طبعا الأوضاع دلوقتي وحش لا الثورة في حقيقتها لما الناس قامت وهبت كانت خوف على مصر الدولة الوسطية هوية الدولة أو فكرة الدولة أو طبيعة الدولة المصري لكن بغض النظر عشان ما نتخلش في هذه التفاصيل ونروح بعيد اللي حصل أن كان فيه معسكر قوي جدا فيه ناس كتيرة جدا وقفة مع بعضها بروح واحدة بتحارب والإعلام كان أحد أركان هذا المعسكر وطبعا المؤسسة العسكرية وكل المصريين زي ما قلت لحضراتكم مع هذا الإخوان وإحنا بنفكر نبني دولة جديدة مش هينفع نبني إلا إذا كلنا كنا مع بعض والحقيقة إن ممكن ناس كتيرة جدا تبدي أداء على أداء الإعلام يعني ممكن حد يقول لي وانتي بتشتغلي عندك مشاكل انتي بتعملي كذا غلط انتي ما بتخديش بالك من كذا انتي ما بتنتبهيش لكذا وده أمر بالتأكيد موجود عندي وعند غيري عندي وعند أي حد بيمارس هذه المهنة إحنا بشر أنا بس هتذكر يعني لما حصل الخبر الخاص بأستاذ إبراهيم عيسى أنا تذكرت بعض الكلمات اللي كان بيقولها الرئيس لما كان بيلتقي بنا لما كان بيوجه كلامه الإعلام كان بيقول أنتوا أحيانا بتضروا نفسكم وبتضروا بلدكم من غير ما تاخدوا بلكم أنتوا ما بيبقاش عندكم الصورة الكاملة عن حاجات كتيرة وبالتالي معالجاتكم بتبقى نقصة ده كلام صحيح فعلا إحنا في بعض الأحيان ما بيبقاش عندنا الصورة الكاملة وإحنا بنجتهد والاجتهاد معناه أنك تصيب وتخطئ ما بيقولش أنك أنت طول الوقت صح لكن كمان مهمة الحاكم أنه هو يسعبنا أن الصورة تبقى كاملة عندنا لأن بالتأكيد الإعلام بيلعب دور مهم جدا جدا وما ينفعش أن يبقى البديل بما أنك ما عندكش الصورة الكاملة وبتقول أي كلام طب خلاص بقى بلاش الكلام خالص لا إحنا محتاجين نبقى مع الرئيس والرئيس معنا مع الحكومة والحكومة معنا مع المجتمع والمجتمع معنا والدولة هي كل ده الدولة هي الشعب والحكومة والرئيس اللي هو النظام والسلطة يعني كلنا كده نبقى مع بعض عشان نمثل الدولة المصرية كلها سيادة الرئيس يعني قال كلمة وإحنا معاه مع شباب الإعلاميين قال أن طول مانتو كده كانت الإشارة بتاعته أنا بنقل لحضراتكم الإشارة اللي هو قالها لنا طول مانتو كده لأ خلينا نرجع يا أحمد عشان أقول الإشارة اللي قالها الرئيس بالضبط لأنها فيها رسالة ما طول مانتو كده أنا بعمل كده طول مانتو كده وكده دي تعني أن كل الداخل المصري أو الجبهة المصرية بقى لو إحنا بنقول إن إحنا في حرب تبقى مع بعضها فالرئيس كان بيقولنا طول مانتو كده أنا أي ضغوط خارجية بعمل لها كده إحنا عايزين نبقى كده سيادة الرئيس عايزين نبقى كلنا مع بعض وأعلم إن حضرتك وأنا وكل الناس بشر خد يضيق صدرنا أحيانا طبعا الكلام الرسمي واللي موجود إن الرئاسة ملهاش علاقة بوقف برنامج زمين الأستاذ إبراهيم عيسي بس هي الصورة اللي في ذهن الناس كلها إن أكيد الدولة اللي وقفته أكيد الرئيس اللي وقفه أكيد الرئاسة اللي وقفته فهذه الفكرة قد تكون صحيحة وقد تكون خطئة مش هي دي القضية لكن إحنا الحقيقة محتاجين شوية تبتسع صدرنا وإذا ضاقت نسعى معنا جميعا إن احنا نفتح الحكاية لا هي بطولات شعبية ولا مصالح شخصية عشان بس يبقى الكلام واضح يعني أنا ما بطلع أكلم مع حضراتكم على الهواء ربنا أعلم بنيتي الله أعلم يمكن أكون مخلصة في عملي للمهنة دي والبلة دي والتطورة اللي مفروض تشهده وقد تكون عندي بعض المصالح الشخصية قد أكون بفكر في نظوميتي وشعبيتي قد أكون بفكر في إن أنا حافظ على المرتب اللي باخده من القناة لكن هل نيتي دي ولا نيتي دي الله أعلى وأعلم وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسب على النواية خلونا نرجع كلنا مع بعض علشان مش هينفع يعني احنا قمنا بثورة عشان نهد محاولات إخوانية عشان تاخد مصار الدولة دي المكان تاني لو احنا عايزين نرجع المصار تاني ونعمل دولة حقيقية مش شبه دولة لو احنا عايزين نعمل دولة حقيقية متقدمة يبقى بكل الناس أنا عارفة أن أنا كلامي ده إن شاء الله يعني هيكون كلام خفيف على الصدور والقلوب خلونا نروح كمان يعني أنا هبقى في الفترة الجاية احنا شغلنا كصحفيين بيطحلنا الفرصة أحيانا أن احنا ناخد بالنا أو نحضر بعض الفعاليات أو بعض الأحداث أو نتابع بعض الأحداث ترجمة نانسي قنقر